اعتقد المسلمون منذ فجر الرسالة الإسلامية إلى اليوم بصحة ما بشر به النبي الأعظم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم من ظهور رجل من أهل بيته عليه السلام في آخر الزمان يسمى المهدي يملأ الأرض قصطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وعلى ذلك كان ترقب المؤمنين وانتظارهم مهدي الأمة الإمام محمد بن الحسن العسكري عليه السلام راجين الله تعالى أن يعجل ظهوره الشريف والآن حبتي مع زيارة آل ياسين والدكتور توفيق فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد الله مصلي على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في أناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه السلام عليك أيها العلم المنضوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن محمد حجه وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وإن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا وأن الموت حقّون وأن ناكراً ونكيراً حقّون وأشهد أن النشر حقّون والبعث حقّون وأن الصراط حقّون والمرصاد حقّون والميزان حقّون والحشر حقّون والحساب حقّون والجنة والنار حقّون والوعد والوعيد بهما حقّون يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فأشهد على ما أشهدتك عليه وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما أصخدتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدّة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله مصلي على محمد وآله الطاهرين يعيش الإمام المهدي صاحب العصر والزمان في ذاكرة الأجيال وفي محطات التأريخ لأنه يماشي ومن خلال النعم التي خصه الله سبحانه وتعالى بها يماشي الزمن والعصور قائماً وحاضراً روحياً وجسدياً متخفياً بأمر الله حتى موعد خروجه الميمون والآن أحبتي مع قصيدة للحاج أبو جهاد يتلوها على مسامعنا بهذه المناسبة فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليكم اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لي الشرف أن أقف بين أيديكم وأقرأ شيء من الشعر لسيد الموحدين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بهذه المناسبة الكريمة ولادة الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أنصاره وأصحابه البشر هو البشر انخابطوا انصاف بس لو حجعا علي المفروض عند انصاف ياهو الشطر ياهو الشطر مرحبة وعادلة اثنين انصاف والحصن والباب حيدر زلزلة عن وجه الأرض زلزلة كلهن بحق حيدرة الصاف والزلزلة وعلي لو ما علي لا زلزلة ولا صاف علي 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 طبقات جفنك علي طبقات جفنك للمدامع باب يشبه قلبك اللي ما يوم سديته على ساحل شفوفك لليتام بيوت وشفك حارس في كل باب خليته لأن ما ظل يتيم بأسرك بلا ثوب جبت بيدك يتيم لثوبك الطيته علي طبقات جفنك للمدامع باب والحلق المنية الجوع زفيته بيتك بيتك بيت فقرة وكان قلبك باب لكن باب أكبر من حجم بيته شافك شافك من قطع محبسك عند عيون غمز للسائل وشاورك وطيته شافك من قطع محبسك عند عيون غمز للسائل وشاورك وطيته نمت بفراش أخوك اللهم صلي على محمد وآله محمد يا جماعة أنا أعتذر ترى مع المام حاضر عيشي ماهتشي الخضيه صارت عرضية إجا شافك الخيبر دق عليك الباب خافك توجعة لو رحت دقيته سويت بدر بالروس شحة روس وثوبر وحهم عسية شريت ماهتش روسهم ماهتش روسهم بزنود ذي الفقار و وشفه بدموم كل حرب حنيت خان نتركها على القصيدة أحسن أكو مقطع آخر راح أقراركم يا هاني حافظة عن ظهر الغيب لأن القصيدة حقيقة أنا ما مستعدلها يعني يعني هو يحترم أحرجني الموضوع رتبطل أو قلت ما أكتب شعر أو قلت خل نهجر قوافية طويلة والقصيرة والامربع والنثر ولو أنا موش ناسي أذكرت مولد إمامي إلبيه للأمة نصر وحرت شكتب وانشدت بحر الشعر قلت له شكتب قال اكتب المهدي الأمة وانت مأجور على تعبك وحش كل شي ولا تخاف وليخاف ما يميز بين إيمان وكفر وحش كل شي اللي تعرفه من رسول الله ولحد هذا العصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا عريف العفل حطني ماجق لأن أنا ما كاتب كل شي ولا محضر كل شي واليوم هاجع من السورة شكرا للحاج أبو جهات ولا نحبة كما تعودنا في كل مناسبة تقوم حسينية المصطفى وتثمينا منها وتقديرا لجهود المتميزين من خدمة المنبر الحسيني تقوم بتكريم أحد خدمة المنبر الحسيني أحبتي حيث تفاصيل هذه الفقرة مع الحاج أو زيد فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد صلاة صلاة وصلاة من الله ومعنم وإنه 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 أفلها من صل على محمد وآلي محمد أهل الله من صل على محمد وآلي محمد أخواني كما أودناكم في كل مرة أنه في كل مناسبة فرح يتم تكريم خادم الحسين تثميناً لجهوده وتقييماً لرفع معنوياته في حسينية المصطفى كما أنها هي هدية ليست بالثمينة ولكن لها قيمتها المعنوية ونجمنا الصاعد لهذه الليلة خادم الحسين المتميز الحاج عبد الحسين السوالمان صل على محمد وآلي محمد 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 مبارك للآخ عبد الحسين السوالمان قال الشاعر فاغذ الخطوة فاغذ الخطوة مولانا وعرج على تلك الربى قل ما تريد ودكدك موطنا قد حل فيه طغاة أهل شرك أو يهود ولما الشمل سيدنا المفد وخل الأرض في الباغ تميد ألا يطلعة المهدي هل يزول الفصل أو تلغى الحدود وتبنى دولة الإسلام فينا وفي عليائها يحل القعود وتطوى وتطوى الغيبة الكبرى ويبدو إمام العصر موكبنا يقود وتعلو راية الصبطين فيها ويزهو في تلأ لئها السجود أفلح من صلى على محمد وآل محمد والآن أحبتي مع قصيدة من وحي المناسبة يلقيها على مسامعنا الشاب مرتضى الخفاجي فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد أفلح من صلى على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم زعلتك أدري شنه عذري يلي أمري بأنديك وانت من طبعك تسامح يا إمامي يا أبو صالح دمعي يجري هذا سهري بس عليك وبخيالك فكري سارح يا إمامي يا أبو صالح انتظرتك واقف بباب الأمل لشوفتك ماني أهل شلون ناديك العجل وادري تحجبني ذنوبي وانا ودي وجهي أنا من الخجل حق قلبك لو زعل آسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي يا المهدي عفوك كم و كم مرة حملني أذنبو لا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك عايش بشوقك جعلني يا لدعائك لو شملني الدنيا ما تقدر تذلني جيت حلفك وانت شفك حاشا والله ما خذلني عبدك أنا سيدي تعتقني لا يا سيدي إمامي يا مهدي صاحب زماني يلتراني شلون أعاني وأبتلي ارضى عني يا بصالح شلون يربح كل من العفوك خسر لا رضت عني البشر المهم يا المنتظر بس رضاك يرضي ربي ما أغالي لو قلت ليك المفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حق لو باسمك ألبي وبانتظارك يلي متحمل سنينك عاب سألك أنت وينك أنا ويني عن يقيني الماجمع بيني وبينك الله يا طل الجبينك لو وقفة ببيني دينك الله يا طل الجبينك لو وقفة ببيني دينك تخشعيني وتحتويني وانحن القبلة يمينك لو بالحلم طيفك يمر لو بالحلم طيفك يمر هل شوف بستس والعمر إمامي يا مهدي عايش حياتي نايباتي أمنياتي أمنياتي ألتقيك والخدمتك ما أبارح يا إمامي يا بصالة صل على محمد وآل محمد صل على محمد أحسن تبارك الله فيك أحبتي لم يكن مفهوم المهدوية حكراً على المسلمين فحسب فالإنسانية بأسرها تبحث عن الأمل والخلاص بطرق متعددة تقودها في المحصلة إلى هدف واحد ينجي البشرية من عذاباتها وآلامها وشاء الله سبحانه وتعالى أن يؤرخ الخامس عشر من شعبان كيوم للعدالة الاجتماعية متمثلة بولادة منقذ البشرية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وللشروع في السفر لعالم الخلاص والإنقاذ لا بد من الوقوف على خارطة ذلك السفر إلى العالم المهدوي المقدس فتعالوا أحبتي حيث الخشوع والسكينة والكلمة المعبرة الرصينة والموشحة بنبرة حسينية حزينة وسماحة الشيخ أحمد الأنصاري فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين اللهم بفاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله وحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أرنا الطلع الرشيد والغر الحميد وكحلنا واظرنا بنظرة مننا إليه حج الفرج سهل مخرج أوسع منهجه تجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم أين أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين المنصور على من اعتدى عليه هذه فقرات من دعاء الندب أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعى أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة الكبرى وفي زيارة الجامعة الكبيرة التي التي تعطي منهلا عذبا للإنسان في مواضيع حديدة من مواضيع الظهور أو الانتظار أو النجاة أو آخر العصور وعصر الزمان وعصر الظهور لولي الله الأعظم تطرح أسئلة تارة حول موضوعية الانتظار تارة حول المنتظر صفاته حالاته إيمانه متى يكون منتظرا كم وكم حتى يدخل في دائرة الانتظار وكيف وهل يخرج الإنسان من الانتظار معما أن الزمان زمان انتظار هل في أن أخرج من هذا الزمان ما معنى الانتظار ماذا يراد بالانتظار ماذا نريد من الانتظار أين أنا من الانتظار كرجل كامرأة كصاحب بيت صاحب عائلة كجالية كمجتمع كحسينية كشاب كإنسان متمر في طريق أهل البيت من مذهبيتهم هذا باب من الأبواب ثم صاحب الانتظار ما صفاته كم عمره متى ولد كيف يعطي الله هذا العمر هل خصص له فقط أم في من المخلوقات الأخرى من ذوي النفوس سواء من الأمور النامية أو الأجسام النامية كالأشجار أو الحيوانية سواء في البر أو في الماء أو في الإنسان في الأنبياء في غير الأنبياء في الشياطين في الملائكة كم الأعمار وكيف تمد هذه الأعمار وما هي أعمارنا وكيف تكون أعمارنا اليوم الكلام الذي ينطق به أهل البيئة وأهل الاجتماع وأهل التاريخ يقولون الإنسان العمر المفضل أو الموجود الذي يقدر أن يفتل ويقوم ويجلس بنفسه إن لم يصب بأذى من شيء فهو العمر بين الأربعين والخمسين والستين هذا العمر كم له القابلية أن يدرك بعض المدارج في عقيدته لهذا لما نأتي إلى واقع الانتظار أو لما أريد أكون من أهل عصر الانتظار أهل عصر المعنى المتميز لتولي هذا الحكم الذي يفوق حتى المشرعين الذين جاءوا بالشرائع وهم هؤلاء بأنفسهم يطلبون أن يكونوا مع هذا الإنسان وجاءت فيك كتبهم على معتقدنا وفي زوايا تبليقهم أن المنجي وصاحب العصر وصاحب الزمان سيأتي أو سوف يأتي لهذا بعض الأحيان نقرأ الأدعية نقرأ الزيارات لربما لا نلتفت كيف تربينا هذه الزيارة كيف أو ماذا تريد مننا هذه الزيارة مؤمن بسركم وعلانيتكم في زيارة الجامعة تخاطب أهل البيت مؤمن بسركم وعلانيتكم أجل القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب غيب الله الأعظم يسمون هو صاحب العصر والزمان ليس الشيعة فقط بل مجموعة حتى من علماء السنة المفسرون من المذاهب الأخرى يميلون إلى هذا المعنى أن الغيب هو في زمن الانتظار للمنتظر وهو صاحب العصر والزمان عليه السلام وشاهدكم وغائبكم مؤمن بهذه الأشياء وأولكم وآخركم كما أؤمن بمحمد المصطفى كما أؤمن بآدم صفي الله وبنوح نجي الله وبإبراهيم خليل الله وبموسى كليم الله وبعيسى روح الله وبمحمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أؤمن بأئمة وبأنوار جعلها الله لنا ليكونوا هم الوسائط وليكونوا هم المسلك إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض وبعض فترى أن هذه الأدعية تجرنا كيف نستفهم ونستفحل بعقولنا حيث نفك هذه العقد لنلقى ولنصطف في صف أراده الله لنا مع مهدي آل محمد الإمام المنتظر مفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع هنا ونصرتي لكم معده قلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معده كيف أكون مع صاحب العصر والزمان أو متى أقدر أن أقول أنه أنا معك أول شيء جذور المعية مع صاحب العصر والزمان عليه السلام ما هي جذور المعية كيف أكون معه أكون واحد يقول أنا ما أنا معه هل منا من ينكر أو لا يريد أن يكون مع صاحب الزمان إذن ما هي الطرق كيف أتجذر بهذا المعنى بمعية صاحب العصر والزمان المرأة في بيتها الطفل أعلم الأبو بالشغل بالعمل العائلة المركز الحسينية المشاهد المشارف الاجتماعية التي يتشرف بها الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى كيف يكون هذا الباب وكيف تكون هذه المعية يقولون للمعية مع صاحب العصر والزمان أو مع إمام عصرك ثلاث شروط أو ثلاث جذور أو ثلاث طرق أو ثلاث أمور وحدة منهن والأولى من هذه هو التسليم حينما تقول أنا مسلم وسلم لمن سالمكم سلم مو الكم المفروغ عنه ليش لأنه السلم لهم ليس باليد وليس باللسان وليس بالجوارح السلم اللي كان عندك معاهم سلم من القلب والروح والنفس التي يكون فيها وبها اختيار الجوارح فإذا لما كان عندك هذا السلم فالمنطق يجرك أن تنظر إلى من سالمهم سلم له لأنك سلمهم أنت بالحقيقة سلم إلهم هم مصائر لهذا بسلمك القلب وبتسليمك القلب وبمعيتك التسليمية تنظر من سالمهم فأنت سلمه يعني يجعل لك هذا الباب وتجعل لك هذه البرمجة العجيبة العقائدية الغريبة أنه أنت تكون ميزان تكون ميزان حيث تجذب من انجذب لهم وتطرد من انطرد عنهم لغة الدعاء العقائدي لغة التمعن والتقرب من الله العقائدي يجرنا وين أنه إحنا نصير موازين الله إحنا نصير ليش لأنه ليلة النص من شعبان في مولد صاحب الزمان من زار الإمام الحسين لقد زار مئة واربعة وعشرين ألف نبي وصافحهم زيارة الحسين هكذا تصنع زيارة الحسين في النصف من شعبان بمولد صاحب الزمان تجعلك من المصافحين ومن المسلمين على الأنبياء من آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وهو الخاتم فماذا يريد الإنسان أو كيف يعبر وهذا الدعاء هذا نص الدعاء هذا بالمنصوص عندنا هذا من المألوفات المنصوصة لدينا في يوم خمسة عشر شعبان إذن لما أكون سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وهنا يقول وقلبي لكم مسلم موسلم مسلم يعني ما في شيء يقوله قال الباقر قال الصادق إلا وأنا كاسم فاعل يعطى الإنسان مسلم بذلك موسلم يعني جاهد فيه وعارف بحقه إذن أول قاعدة أنه نفتح الأبواب على معيتنا أو من معيتنا في أهل البيت أن نكون سلم لهم موس أعترض ليش هذه وشو تتفى محسن الإمام تتكون سلم إلى روح شوف أنت أين من هذه القاعدة أنت أين من هذا الباب الشيء الآخر لما يأتي التسليم فالتسليم تارة يكون في القلب ولا يفير ولا ينزح ولا يخرج من القلب بينما الإنسان عنده حالة اجتماعية حالة أخلاقية حالة عبادية حالة وحالة حالة عمل حالة سياسة كل هذا موجود أنتم ساسة العباد وأركان البلاد ساسة العباد يعني إذا وضع الطريق وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وعلم ها شوف حفر الخندق شوف النبي ما يعرف على أنه يحفر الخندق ليش يستشير حتى تكون السياسات الاجتماعية السياسات حتى في الحرب تكون بنوع من المشور بعده وبنوع من اللجوء من الذي يشير عليه أأبو بكر أشار أعمر أشار أأبو ذر أشار أو أشار إليه سلمان منا أهل البيت هاي المنية من أين أخذها أخذها من التسليم والتبعية شوف التبعية اللي يضربونها مثل لعد سلمان يقول لو كان رسول الله يمشي ومعه ثلاثة فلا يرى إلا أثرين في الأرض فيقولون يا رسول الله أيغيب أثرك عن الأرض قال لا قالوا إذن أنتم ثلاث فكيف قال هذا سلمان يضعه قدمه حيث أضع قدمه حتى بالمشور تبعية كل ما الإنسان تابع على المحمد في شربه في لبسه في أكله في نومه هاي الأشياء البسيطة بكل شيء حينما تتابعهم كشفوا قبر المرحوم الشيخ الصدوق صاب ماء زين هذا الماء من أصيب هدم القبر فقالوا نصلحه أجهوا شالوا القبر شالوا التراب شافوا اللحد نازل على يمي شالوا الجسم لما شالوا الجسم شافوا الكفن بعد طريق وفي بعض المكانات لما شاف أو قالوا نشوف وجهه فرأوا شيبته محنات الشيء الآخر العجيب رأوا مقلم اليمين ومخل الشمال فعرفوا أنه يعمل حتى في التقليم بالروايات يوم الأثنين ويوم الخميس أو الجمعة عرفوا أنه متى مات هذا الإنسان يعني يسوي إيد اليوم يقلم أظافر وإيد أخر حتى يحظى بالروايتين المستحبتين لتقليم الأثنين أو في يوم الخميس أو في يوم الجمعة المشور عندنا يوم الخميس يوم الجمعة رواية عندنا يوم الأثنين فشوف الإنسان يموت وهو التبعية كيف يتابع بها كثير من عندنا نحسب اليوم أنه يا عمي إذا المشاكل اللي جعد عندك الغزو اليوم اللي جعد يصير شوف لما تجلع التفسير آية من آيات القرآن الكريم والليل إذا يقشى الظاهر شينه لما يضع سدوله على والنهار إذا تجلع تجلع أهل المعرفة يقولون الليل إذا يقشى هو الظلم على النفوس على العباد هي الدماء التي تهرق من هنا ومن هناك فحينما تتجلع وحينما يأتي الليل المظلم يأتي الظلم يأخذ كل مكان زين فهذا البعض وما هي المظالم وكيف الإنسان يكون بينها حسا بس بالعراق يأكو ظلم بس 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 تذبح جسديا الطفل لما يذبح الصغير لما يذبح المرأة لما تؤسر البنت لما لما هذا كل عندنا لكن هل أنا خارج عن هذا الإطار هل أنا رايح مني هذا الشيء وإلا أنهم أذبح وإلا أنهم أذبح لما ما تكون عندي حركة حتى ولو كانت هاي الحركة لتنمية لتنمية أطفالي بدراسة معينة بكتاب معين والليل إذا يغشى يعني يقولون حينما تأتي المظالم فتنجلي بالآية التي والنهار إذا تجلى التجلى الحقيقي للقلوب التجلى الحقيقي والشمس الحقيقي التي يراها الإنسان أن هي التي تفرج عن كل ظلام وعن كل ظلم هذا في عصرنا وبين أيدينا وفي قلوبنا وفي أفكارنا وفي عقائدنا وفي سياساتنا لا بد من الالتزام من أن الإنسان يزيح كل شيء يعيقه و يبعث الشك والظلام في قلبه وفي روحه وفي معناه لعقائده شادسة الثالث من أمور التبعية أنه كيف الإنسان يكون فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم زين الأمر الآخر وهو أنه لما يكون عندي تسليم ولما تكون عندي تبعية لهذا الإمام أو لهذا الدين أو لهذا الموضوع فتأتي طريقة الإعانة والإغاثة كيف أعين هذا الدين كيف أعين هذا سواحد يقول والله أنا ما عندي فلوس والله أنا ما عندي خمس والله أنا ما عندي زكاة لا لا مو كل بالعطاء المادي كيف تكون مع أهلك الخلق مر علينا هذه السنة أنا العام مرت علي كانت عندي كلمة بذيئة أبدأ فيها بالبيت كانت عندي حالة موزينة كانت عندي مشكلة أشيلها بل السنة اشتغلت على نفسي أنه أشيل كثير من هذه الأشياء اللي إذن فعصر الظهور تارة يكون عصر الظهور يختص بملامح للإنسان المعتقد المسلم بالظهور وتارة يحتاج أنه يبين نفسه لهذا المنتظر ولهذا الظهور وثالثا ورابعا وخامسا ما هو معنى الانتظار في كل هذا الواجس ليش؟ لأنه لما تجي لعد المرحوم مصر كربون موسيو مغلوبين كربون الفرنسي عنده كلمة جدا راقية وعنده اليوم حتى من مذكراته هذا الإنسان يجي لعد إيران للحوار بين علماء كلام يصير في الفلسفة وفي الحكمة فييجي موسيو مغربين كربون ومجموعة من العلماء من أمريكا ومن بريطانيا من فرنسا من ألمانيا خمس ست بلاد بلاد غربية يحققون حول فلسفة الإنسان ووجود وخلقة الإنسان وأنه كيف يكون الإنسان فمن جملتها يتعرضون للفلسفة والحكمة الإسلامية أنه الإسلام شنه من فلسفة عنده فما بين أيديهم لا يشبعهم ولا يغنيهم من جوع فعند ذلك شافوا المسألة إضافة على تحقيقاتهم فقالوا أو قيل لهم أن مذهب الشيعة هو الأصيل في هذا الباب وفي الفلسفة والحكمة المتعالية الإلهية له دور سمين وثمين يجي هو مجموعة معه تأتي بهم طائرات من بلادهم ينزلون في طهران وبعض تبرك طائراتهم وتخمت في محلها حتى يكملون حوارهم مع علماء مذهب مذهب آل محمد على رأسهم كان المرحوم العلامة طبطباء صاحب تفسير الميزان يحضرون بالسنة بعضهم ثلاث أربع مرات ومستر كربون يقول أنا أجلس معه وكنت طلبت من البلد أنه أنا أستقر فجهزوا للظاهر الجماعة السفارة اللي عنده حتى كان البحث بينه وبين العلامة الطبطبائي كل أسبوعين بعض الأحيان كل أسبوع أو كل شهر يصير كلام طويل عريض النظار والحضور من هؤلاء الذين كانوا منهم العلامة الجعفري منهم العلامة المطهري مفتح مجموعة من هؤلاء كانوا ومن لا نعرفهم وكثير من أساتذة الجامعة فبالتالي صار يأتي إلى إيران يبقى في إيران عشرة أشهر ويذهب إلى بلده شهر أو شهرين هذا الإنسان ما تحصل مما يقول ويشير إليه يقول إني سمعت في القرآن الكريم ومما فهمت من الكتب السماوية السابقة السالفة إن الله جعل الإنسان خليفة له في الأرض فأي إنسان خليفة له ومن هذا الخليفة هل كلنا خلائف الله خلفاء الله في أرضه وإذ كان كلنا خلفاء الله في أرضه فما هذه المظالم التي تحدث من هنا ومن هناك ما الجواب عنها يقول إلى أن دخلت في هذا المسار وشفت الأمور بشيء أدق وأوسم حتى وصلت أن أي مذهب وأي عقيدة من العقائد السالفة والماضية والعقائد الآن الموجودة لديها هذا الوصل ولديها هذا الاتصال وهذا الاستخلاف الحقيقي لله سبحانه وتعالى يقول نظرت إلى عقائد حتى من أولي العزم من الأنبياء منهم من مضى كنوح وإبراهيم عليه السلام لكن حدقت في الوتائر الثلاث اليهودية والنصرانية المسيحية والإسلامية المحمدية فرأيت حينما مات موسى عليه السلام جفت بحاره ونضبت مياهه العقائدية فلا يؤخذ إلا ممن كتب إلا مما كتب عليه أو لا ولما أتيت إلى المسيحية فرأيت حتى الكتاب تعدد فلا ندري هذا أم ذاك ولما جئت إلى محمد وهو يقول حتى لما عرج بعيسى على ما يعبر القرآن أو صل بعيسى على ما يقولون فرأيته قد مات الاستخلاف في الأرض لله مات لم يكن خليفة لله في الأرض وحتى لما دنى أجل محمد بالاستشاد أو بالفوت فرأيت الباب والحبل انقطع وهذا الذي أذهلني إن الله سبحانه وتعالى يجعله بالجعل بالقرار والاستقرار والجعل لا يقطع أبدا جعل الإله لا يقطع مو معنى أنه لا والجعل الإله لما لا يقطع لربما لا يرى كما أن نذهب من طوال العمر لبعض الأنبياء أو لبعض السادة أو لبعض الإنسان أو لبعض الحيوان اليوم اكتشفوا حوت اكتشفوا حوت من الحيتان عمرها أكثر من مئة ألف سنة خذوا خليه منها مئة ألف سنة وهي تدور من البحار أجل عد بعض الأشجار فوق الثلاث آلاف سنة أجل بعض النمل أو الحشرات أعمارها بآلاف السنين أجل عد بعض التربة زين أرى الأشياء اللي عليها وصنفت بقلم العزة وبقلم التوحيد بملايين السنين ذاكر لك أنا قبر الإمام الرضا الصخرة اللي علي العمر مالها لما كشفوها مكتوب عليها يا رضا عمرها قالوا لم يكن أقل من مليون ومئة ألف سنة هذا كل موجود يقول فما وجد إلا لما رصد وجلست بين يدي هذا الممثل أو الذي يتمثل به نور الأنبياء وهو الطبطباء العظيم صاحب التفسير رأيت هذا الإنسان العجيب هو الذي أخذ بيدي قال مستر كربون فإن الحبل عند آل محمد ما انقطع منذ آدم حتى في نوح لم ينقطع وحتى في إبراهيم لم ينقطع وحتى في موسى وعيسى لم ينقطع لو انقطع لهلك لكن ما يحتاج إلى عين وإلى سمع وإلى قلب محمدي السلوك سلماني الوضوح حتى يسير به قلت وكيف قال إن رسول الله عند من يقول لك مات فنحن نقول باق شخصه وجسمه راح لكنما إن الله ما ترك عباده فجعلها في علي ثم حسن وحسين وسجاد وباقر وجعفر وكاظم ورضى وجواد وهاد وعسكري ومهدي آل محمد يقول الحبل الوحيد الذي من قطع والآن والآن كثير مما يجر البحث حول الإمام الحجة وشخصية الإمام الحجة من هذا الإمام أو كيف هذا الإمام فنرى أن العم بالشيء السهل البسيط أنه يثبت طول العمر وكذا يقول من الأمور البدائية ما تحتاج حتى تعقل زين فيقول الحبل الوحيد الممتد هو حبل الانتظار بآل محمد الذي يكون متمثلا بصاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر سلام الله عليه يقول ولا يبعد عن أحد لا مسلم ولا غير مسلم من أراد فيأتي ويأخذ به لكنما لربما يصعب على من لم يكن أهلا أهلا للأخذ بهذا الحبل والتمسك به فالإمام الحجة حينما نأتي حتى إلى ولادته الإمام العسكري عليه السلام خمسة أو ستة أو سبعة كانت من الإماء في بيته لأنه الإمام الذي منع من الزواج فكانوا يقولون إلا الزواج الدائم المشهور عند الأمة يا الله يخرج الإمام فبن العباس إجا ويش سوه ضيقوا الدائرة يحرم الزواج من هذا الإنسان ما حدي زوجه فيؤتى إليه بإماء للخدمة فأحسوا مما قلبوا عندهم العلماء والمنجمون إن المنجمين قلبوا فقالوا إن الموعود سيظهر أو سيولد فوضع ستة أو سبعة من القوابل اللواتي يعرفنا المرأة ويشخصنها إن مشت يعرفنا أنها حامل بذكر وأنثى واللون الذي تحمل في بطنها لون أسمر أحمر كذا من الأخصائية من العرب ومن الهند ومن إيران ومن 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 فكنا كل يوم تعرض الإمام عليهم حتى تقول حكيما سلام الله عليها فقال عما تعالي إليه الإمام العسكري تعالي قلت وما الخبر قال في هذه الليلة الموعود المنتظر قلت ممن سيدي أفي الغيب أمر قال إن أمره غيب لكن ما بظاهر ممن قال لي بنرجس قلت أهذه الرومية نعم قلت والله ما أحسست ما أحسست ببطنها شيء ما حسيت بشيء فابتسم بوجهي يقول فلما ذهبت إليها لأراها أرادت أن تقبل يدي فأنا قبلت يدها سعب يشيئة نسأل الله سبحانه وتعالى بهذا المولود الشريف حتى ولدت تقول جاءت لتقبل يدي فقبلت يدها قلت أنت سيدتي وأم سيدي ومولاي أين ابن النبي المصطفى سيدي أين ابن علي المرتضى أين ابن خديج الغرى أين ابن فاطمة الكبرى أين باب الله الذي إليه إليه ومنه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء اللهم اجعلنا من أمصاره واجعلنا في زمرة من يسلم بأمره ويتكل على كتابه وقرآنه فبالنبي وآله أفلح من صلى على محمد وآل محمد وآل محمد وصلى على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حضور متميز في كثير من المناسبات الدينية وبالأخص في هذه المناسبة حيث أبا الدكتور موسى إلا أن يشاركنا في هذه المناسبة بكلماته الخفيفة والجميلة المعهودة فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد السلام عليكم hey guys 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 السلام عليكم how are you الشيخ تواخلص he just finished and he's like you know Musa come talk to these guys so the sheikh was just talking about this Rumia this Roman woman he called her Narjas the mother the mother of the Imam of our time and we cut him short so let's finish his story it's a happy time so you all know many Disney stories and happy things so let's have a happy story before Salah time so there's this Roman lady this Roman princess and she was about to get married and you know the Romans they were going to have a big happy party and there was an earthquake so they delayed the wedding and then they were going to have the wedding another time and there was another earthquake and they delayed the wedding this princess this Roman princess Narjas she had a dream where she saw Prophet Muhammad talking to Prophet Isa and he said to him we would like to marry our son Al-Askari to your daughter Narjas and long story short they eventually met and she married him and then remember how he said at the very end Sheikh Lansari said you know what she gave birth but no one can tell do you guys know why no one could tell that Narjas had Imam Al-Mahdi why no one can tell that she had the signs of pregnancy on her do you guys remember the story of Nabi Allah Musa and how his mother gave birth to him and how she didn't have the signs of pregnancy on her at the time there was Pharaoh and he was an evil man and he killed the young children that were born and so God hid the pregnancy from those around her likewise for Imam Al-Mahdi right he hid the pregnancy of Narjas of Imam Al-Mahdi for her and that's how he was born okay do you guys know why he is our 12th Imam you're all very happy we are the 12th but that's an indication the 12th there's also the 7ers right the Ismailis the Zaydis why is there so many different kinds of Shia right the 7ers for example they said you know what after the 70th Imam that's it that is the Mahdi and we are done this is the Mahdi of our time we are the we go to 12th why 12th who said 12th is a good number how many chiefs did Musa have how many chiefs did Moses have 12th how many disciples did Jesus have 12th is it surprised that God would give Muhammad 12th after him and if you were listening to Sheikh Lansari a moment ago he was saying God never leaves the earth without a Khalifa right is it a surprise that we have a Khalifa that is still currently alive we all say oh Aba Abdullah if we were with you we would win a great victory the Imam of our time he is still alive and we can be with him and we can join him maybe you've heard of Dua in Nudbah right maybe ask mom and dad how can I be there with Imam al-Mahdi how can I get closer to him maybe you remember a few years ago where Sheikh Lansari was talking about Masjid Jamkaran how a lady had her daughter and she was sick and she went to the Masjid and Imam al-Mahdi appeared before her to cure her maybe some of you think oh this is the Mahdi will only appear in Arabia only to the Muslim countries maybe you remember a few years ago we had someone come by here to Hamilton Sayyid Hassanayn Rajab Ali he was trying to start an Islamic organization he needed $2,000 someone walked into the building and gave him $2,000 to help him finish maybe that's just a very nice stranger or maybe it's the Mahdi he doesn't know he says maybe one or the other you think okay maybe somebody people far away the Mahdi sees them a few years ago one guy here in the matbakh in the shabab in the matbakh he was telling me Musa Wallah I think I saw the Mahdi with us so the Imam of our time is so close to us not far away maybe we read a bit of du'a maybe we listen we can get closer we can see the Imam if you remember last week Shaykh al-Ansari said you take a net and you put it in water does it carry water? you take that net you put it in the water you put it in the pool it will never carry water but at the end the net becomes clean likewise we listen to Quran we make du'a maybe we don't understand it maybe it doesn't all go through it's complicated stuff talking about the cosmos and creation and everything but it will bring us closer to God it will bring us closer to Imam al-Mahdi and maybe we want to be one of his 313 not everyone will be with the Mahdi only 313 and it's not just Muslims oh I'm Muslim I have a good chance of being with the Mahdi no other people have also a good chance maybe even better than the Muslims the Christians have the second coming of Christ in Buddhism they say when all things will go bad there will be a last Buddha in Hinduism they will have the great Kalkaki we the Muslims we also have the Mahdi all the cultures have a Mahdi and we believe it is the same Mahdi and they can be with him just as we can so we need to increase our chances we need to make dua we need to read Quran and maybe you think you know what this is complicated this is above my head there's no problem go to your mom go to your dad say baba teach me one line teach me one phrase what is one motto how can I get just a bit closer to the Mahdi do I wake up 40 nights in a row and do salal fajr on time do I do dua dad teach me one thing mama I want to be closer so just something to think about yallah ma'asalam assalamu alai محمد والي محمد حسن الختام بالجائزة خلي نشوف من المحظوظين كل واحد يباع على رقمه جزاكم الله خير تعال عمي رضا طبعا متميز بإزاي مالته هو راح يسوينا سحبة مال أرقام اشتركوا في القناة الفائز بالجائزة الأولى صاحب الرقم 8284 8284 8284 صلو على محمد والي محمد علي بن أبو علي الكربلاي ترجمة نانسي قنقر الفائز الثاني في المشابقة صاحب الرقم 8301 صلو على محمد والي محمد الله صلو على محمد حسنا 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 صاحب الجائزة الثالثة صاحب الجائزة الثالثة والأخيرة يحمل الرقم 8-3-1-3 محمد وآله محمد 8-3-1-3 هذه بها واسطة شكرا يحمل الرقم 9-4-1-3-1-3-1-3-1-3-1-1-3-2-3-1-2-3-1-3-4-1-3-2-3-2-3-1-3-2-3-1-2-3-1-3-1-2-3-3-4-1-3-2-3-4-1-3-2-3-3-4-2-3-3-3-1-3-1-3-1-3-4-3-1-4-3-2-3-1-3-4-2-4-2-3-3-2-3-4-2-5-2-3-3-3-3-4-2-3-4-3-4-2-4-3-2-4-2-4-3-1-4-2-1-4-1- اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة